اكد صاحب السمو الملكية الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على عمق العلاقات التاريخية الراسخة والشراكات الاستراتيجية الفاعلة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة والتي توطدت من خلال التعاون المثمر والتنسيق المشترك على كافة الأصعدة لفتا سموه إلى أهمية مواصلة تعزيز مختلف مسارات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين بما يسهم في تحقيق التطلعات والأهداف المشتركة نعم جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر القضيبية اليوم بحضر سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة وسعادة السيد حمد بن فيصل الملكي وزير شؤون مجلس الوزراء سعادة السيد أليستر لانش سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين حيث أشار سموه إلى الحرس المشترك للدفع بأوجه التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين نحو أفاق أكثر تساعا والبناء على ما تحقق في كافة المجالات من شركات استراتيجية في ظل الاتفاقيات والزيرات المتبادلة التي تجمع مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة بما يصب في تحقيق النماء والتقدم للبلدين والشعبين الصديقين كما جرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية مواصلة بذل الجهود الدولية الرامية لترسيخ ركائز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة واستعراض آخر المستجدات على السحتين الإقليمية والدولية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك